اوه الهدف الشيطان احد الله وانها وتبالي سحبه الله وانه وتبالي نفسه يبدو مزيد ألنطق وانه وتعالي السلام عليكم اهلا والله والله وانه وتعالي السلام الله كم هذا في الخديم عن الكهية الحرور ولو عرض لعرض أنظر لعرض الساب بتبقية المتبع الشر المتبع وبعض المتبع المتبع وفي الأسراء والبالت الأسراء والبالت الأسراء والعبار بها وفي عدا الزراء والعبارة شيخي وفي أجل الصباحات الزراء الخركات المصرحية الفائدة بأن ذاته العظيمة التي رسم الله من الحسين على القرصات والسلام نمسك وبحسب التطبيعات المصرحة المتطيئة وهي قرية رسول الله على مصرح من الحسين وردنا 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 هذا الحدث العظيم الذي يرغب كل ذلك الحياة يرغب هذا الحين على مرحب الزمن كل المحتاج إلى صوح الصباحي وطنطلة من أجل وطنطلة كلما في فسنة السبيل الله وردنا 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 المتار المتار الممكن ويبقى التسجير وهذا محدد cube ونحن في هذه المحطة التاريخ نشكل إلى أي حاجة تكتب كابلة بعمليات للإسلامية كمهور تجري مشاهزة وفي أعوالها هنا نشاهد سهول منذ مدينة التأكد مبادئة مبادئة ثورة بسنين ووجود حاجة القارة من مبادئة روحية في الثورة فتسنين وغيرها من مبادئة من سوال الشباب نحوذ العقية مثل هذه الثورة الثورة فهذا ما دلنا نحيطها بهذا كهذا ربي طولة إقرامة مقصوم نحتاج أن نشتهد قدرة جمكة في مدرازة هذا الكامل مع التناسب مع البداية المؤمن ومتبسة العالي ويبدأ نشتهد التطورة الثورة الصين ولكن علينا أن نشتهد محتم لأبواره في مدرازة التطورة المسلمية والبادئة وعرض بقوة الشرعي في الحياة فتسمع لله الكبير وحفزني إليك صلاة الله وسلم وحفزني إليك وحفزني إليك لنقصي أكثر من الكلام ويكون مبسطاً إلى هذا التنم فعلا وسيستنبقي لأن الجمعة القادمة ينبغل أطلق مع البتابين بحفزني إليك تنقصي أكثر من أدخل وضابر فجارية كثيرة جداً جداً عبارة فجارية كثيرة جداً جداً كثيراً جداً السورة الإجمالية 11 سورة في جديد وإلى ميارة الحسين سنة أسان أقضى نحو في جديد وإلى ميارة سنينة النفس واطمينانها ولكن لأنه الحسين فلا نستطيع أن ندرك وعلينا السعي باستمرار إلى التطوير أحد الأمور التي تبعث على الفرح وتبعث على الأطمينان والفخر إن إحياء ذكرى عشرة يشترك فيه الجميع بدون استثناء واحدة من القضايا الاستثنائية التي يحدث فيها اشتراك كل الناس بدون استثناء بدون استثناء محبين أهل البيت أتماع أهل البيت عليهم وفضل الصلاة والسلام يبذو عجنه على مر التاريخ بموضوع مواضيع عديدة حب علي بن أبي طالب وموضوع كربلان بحيث لا يتخلف منهم شيخ ولا شاب ولا طفل ولا امرأة شاب أو عجوز عن موضوع شراء ويسري في عقولهم في دمائهم ولذا يهبون إلى هذا الاحياء بالطرق المختلفة لا يتخلف منهم أحد نشوف احنا مظاهر مهمة جدا 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 نسبة التخلف في المجتمع تجاهها آلي على سبيل المثال صلوات الجماعة صلاتهم الجمعة الدروس الدينية ثقافة دينية العمل السياسي فيما هو ضروري تشوف مساحات مختلفة للتخلف تجي إلى موضوع عاشراء ما في تخلف تقريبا يعني من خلال معرفتي ما أعرف أحد يتخلف عن عاشراء ما أعرف أحد يتخلف عن عاشراء في مسيرة وقد تكون مسيرة مهمة ويطلعون نص البيت أو أقل أو أكثر والآن نحن قاعدين في هذه الشعيرة المهمة صلاة الجماعة ويوم الجماعة التي قد تكون واجبة بعنوان الجمعة أو استحبة بعنوان الجماعة عدد الناس المتخلفين هائل أشراء تأتي بالجميع طواعية وبإرادة وبرغبة وهذا شيء من أسرار الحسين عليه أمنا الصلاة والسلام بركات الحسين بركات الله على الحسين وإحياء ثورة الحسين الأكثر من ذلك أشراء ما عادت إحياء وهذا ببركة انتشار وسائل الأعلام وببركة الحرية التي حصلتها مواقع تهتم بعاشراء إيران قبل ثلاثين سنة والعراق قبل عشر سنوات في الوقت الذي كانت تحارب عاشراء رسميا الآن تهيئ لها الأجواء من أجل أن تمارس هذه الشعائر في ظل الحرية وفي ظل الحماية عندما يستلزم الحماية الأمنية كما هو في العراق لكن هذا شو سبب هذا سبب أن العالم كله يلتفت إلى عاشراء مثل ما العالم كله غير العالم الإسلام يلتفت إلى فترة الحج ويحط تقارير عن الحج ويناقش موضوع الحج اليوم بدأنا ندخل سنة بعد سنة إلى موضوع عاشراء ندخل في موضوع البي بي سي عن عاشراء فضائيات عن عاشراء عن التجمع عن الشعارات عن المعنى عن الأهداف عن الكذاب وهذا الزخم أخذ يمتد في العالم كله حتى العالم الإسلامي مو حتى فالعالم الإسلامي نتيجة لهذا الزخم أول عاشراء هي المنامة واللي يحبون يجون المنامة من السنة ومن الشيعة بالنسبة للبحرين والمناطق الأخرى بتعيش نفس الإيقاء اليوم لا عاشراء يفرض نفسه سؤال وتحدي فتشوف الجميع يتحدث عن عاشراء اللي يحب واللي ما يحب اللي يكره ولا حدث يفرض نفسه على الدنيا بأكملها وآخذ في فرض نفسه سنة بعد سنة على الدنيا كلها وبالتالي تأخذ مساحة أكبر انتشار عاشراء وهذه حالة إيجابية الحالة الإيجابية الأخرى التي شاهدناها في السنوات الأخيرة وتتركز في هذه السنة اهتمام الشباب والشابات بحضور المجلس الحسيني المجلس المنبر الحسيني إذا نرجع قبل عقد من الزمان كانت عندنا مشكلة كبيرة جدا ودائما نذكرها بأن يا شباب مو الحسين فقط الموكب والحسين الموكب اللطم أو موكب التفرج الحسين أيضا المعتم اللي هو الشعيرة الأساسية التي أقامها الأئمة التي وصوا عليها والتي تشكل أحد الطرق للدخول إلى العمق الحسيني ما يمكن الدخول إلى العمق الحسيني فقط من العزاء ومن المرسم ومن غيرها كل هذه أمور ولكن أكثر شيء يمكن الدخول إلى العمق الحسيني العمق الحسيني ما هو العمق الحسيني هو الإسلام كله الحسين في حركته عطان بعد عندما يقف في حزة الظهيرة يأدي الصلاة ويسقط من عنده شهداء وهو عدد محدود لأداء الصلاة ويقول الصلاة عندما يبيتون لألة العاشر لهم دويك دوي النحل من جودين كتاب الله يقول لأنه كتاب الله عندما يتعامل بهذه الأخلاق والسمو والأخلاق ما عداء يقول لأنه أخلاق عندما يلتزم بكل صغيرة وكبيرة وهو في تحرك في بعده الشرع وهو الإمام المعصوم يقول لأن الحدود الله يجب أن ترعال حسين جاء بالإسلام كله هو فكرة هذا فعندما نحيي عاشرها نحيي عاشرها نحتاج الوصول إلى كل هذه الأبعاد لا يمكن الوصول إلى هذه الأبعاد بغير المنبر الحسين ولذا يعني أشد على أيدي الشباب والشابات وأبارك لهم هذا التوجه ونأمل أن يستمروا في هذا الاتجاه وهنا يتجي مسؤولية على الخطبة أن يكافئوا هذا الحضور الشبابي المتميز بما يغديهم تغذية تساعدهم تساعدهم في شنو تساعدهم بهذه الدرجات تساعد المنحرف الذي جاء به عاشرها على خلاف كيل لأننا نصلي كل يوم ما نجيبه قابة عاشرها وهو ما لأعلاقة بالدين بمعنى الالتزام بحدود الله وقد يكون عاصي في كل شيء أو عاصي في أمور كثيرة وفي أمور أساسية إيجاك عند المنبر إيجاك إلى الموكب إيجاك إلى الحسين عليه وضوه الصلاة والسلام إيجا إلى سفينة النجا واحدة من المهام أن الخطيب يا أخدي دخل في سفينة النجا ويخليه ملتحق بالسفينة مو في عشرة عاشرها إنما يلتحق بالسفينة في كل السنة واحدة من الوظائف التي تلقيها عاشرها فأبارك للشباب والشابات هذا الحضور المتميز وأشكرهم وأدعوهم إلى الاستمرار في ذلك ظاهرة إيجابية أخرى هي تصدي عدد من المؤسسات للتخطيط لإحياة عاشرها المؤسسة الأولى هي المؤسسة المأتم مؤسسة المأتم واهتمامها بدرجة أكبر يوم بعد يوم على التخطيط إلى عاشرها في الأبعاد المختلفة مثل ما يهتمون بموكب العزاء وحجم الموكب حجم المستمعة أيضا بدأوا يركزون أكثر وهذا نتيجة إلى وجود إدارات شابة نتيجة إلى وجود انتخابات في المأتم نتيجة إلى وجود النوع من الحركات أخذوا يهتمون بمختلف الجوانب في موضوع إحياة عاشرها وأمامهم شوط كبير جدا جدا حتى البلوغ إلى ذلك بعد لا زال أمام إدارات المأتم شوط كبير إلى بلوغ إحياة عاشرها ما يستحق ولكنهم على الطريق يسيرون الجهة الثانية المؤسسات الأخرى بدأت تدخل مؤسسات مثل المجلس العلمائي في التخطيط إلى أحياة عاشرها جمعية التوعية كمؤسسة دينية ثقافية في التخطيط إلى أحياة عاشرها وأيضا أقول عليهم لا زالوا في بداية الطريق وعليهم شوط كبير جدا مؤتمرات التي يعقدونها التوصيات التي يخرجون بها تحتاج إلى متابعة طوال السنة ولا تتوقف عند عاشرها دفعهم بعدد من البرامج وهذا شيء إيجابي يدفعون بشعاع العاشرها يدفعون ببعض الممارسات يتحون خيم توعية فكرية تضيف مساحة إلى العمق العاشرائي كل هذا مؤشر إيجابي في إحياة عاشرها مظاهر أخرى صاحبت الإحياة على مدى سنوات عديدة الآن وإن شاء الله تستمر وتتجدر وتزداد منها عملية التبرع بالدم وهي رسالة عاشرائية راقية جدا تستقطب الاحترام والتقدير على المستوى المحلي أعداء أعدائك يحط عيونه في الأرض عندما تقول لي أن هؤلاء بحب الحسين عليه الصلاة والسلام يقدمون دماؤهم إلى منهم إلك إلى مريضك إلى محتاج الدم الأجنبي غير المسلم إلى الإنسان من يستطيع أن يقف ما فيه وين ما تجيه ما فيه إلا أنك تخضع عليه وتحترمه وتنكس راسك وتمشي إذا أنت عدو وإذا أنت محب تفتخر به واحد من الأمور لنفتخر فيها نفتخر فيها كشيعة محبين لأهل البيت نحيي ذكرى أهل البيت عليهما بالصلاة والسلام ونقدم دمائنا في سبيل مساعدة المحتاجين من المرضى من مختلف بني البشر المرسم الحسيني ظاهرون وجدت قبل يعني سنوات هي قديمة ولكن وجودها في إيقاع الإحياء وتنقلها في المواكب الحسينية تقدم صورة فنية راقية إلى مقاربة عاشراء وإحياء عاشراء المحاضرات التي تقدم للأجانب ألا قلتها ألا قلتها إلا أنها ظاهرة إيجابية ناما لها القدرة على التوسع المحافظة على نظافة الموكب العاشوري سنة بعد سنة وأن تبذل بعض المؤسسات التي لها حس عاشراء دولة ما عندها حس عاشراء إلا كلش ناذر يعني لمم وإلا حدث بهذا الحجم المفروض يكون محل اهتمام الدولة إعلاميا تخطيطيا كل الجوانب لكن على الأقل بعض المؤسسات التي تهتم بإبراز عاشراء منها الجوانب النظافة فيه وتساهم فيه البلدية بهذا الاتجاه هذه ضواهر إيجابية والضواهر الإيجابية في عاشراء كثيرة جدا لا تحصى الاهتمام بفكرة الصلوات المرتبطة بالمواكب وهي بحاجة بعد إلى مزيد 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 من الاهتمام الآن الحمد لله في كل مواكبنا تقريبا يتم الإعلان عن وجود صلاة نحتاج ننتقل بعد أكثر لأن أعداد الناس اللي يصلون أو أعداد الناس المعزين لا يمكن أن تستوعبها ساحة واحدة ولا يمكن أن تستوعبها مسجد واحد يا أصحاب المواكب يا أصحاب المآتن قولوا مواكبنا بيطلع في المنطقة الفلانية في الدين في السنابس في موكبنا بيطلع وبيشيل لنا الرادود الفلاني وبيشيل لنا الكذا وبنختمها بصلاة جماعة بالإمام الفلاني خلنا تصير عشرين صلاة جماعة في الدين أخذوا المآتم أخذوا المساجد أخذوا كذا وخلوا كل شاب بعد ما ينتهي من إحياء عشراء رسم موجود أن يصلي جماعة حط رجولة حط رجولة على الخط كل المواكب التي تخرج في كل منطقة خلها تخطط موقع انتهاء العزام وكان للوضوء خصوصا العزيات التي تنطلق عصرا تنتهي بقرب الأدان أولا تنتهي مع قرب الأدان ولا تتجاوزها وبعدين تسمح بوجود ظاهرة صلاة الجماعة في المكان هو هذا الحسين لا مو هذا الحسين مو هذا الأقام الجماعة في عصر عاشوراء ورسالة يا أحباء اللجايين تعزون هذه رسالة الحسين على أصحاب المآتي ما هذه رسالة الحسين فيه إمكانية كلها سجادة تبقى تفرشها ما هي مشكلة يعني وإمامه وصلاة خفيفة وربط الناس به هذه ضواهر إيجابية ناما لها أن تتعمق أكثر فأكثر تحديات وفرص تحديات وفرص في موسم عاشوراء التحدي الأول استمرار تنقية الشعائر الحسينية مما يسيء لها من ممارسات غير نافعة ولا يمكن تصور أنها تضيف إلى الإحياء العاشوري وترقي الإحياء العاشوري وتوصل رسالته مظاهر متعددة ولكن سأذكر شيء المفترض أن لا نختلف حوله ومع احترامي إلى من اجتهد في هذا الاجتهاد ولم يوفق فكرة المشي على الجمر ما لها علاقة بتقديم عاشوراء يا أحبائي ما في علاقة والحمد لله لحد الحين من الفقهاء أيدها وبالتالي ليش نستجلب بعض الأمور ما أشوف فيها كل ما تفكر فيها يمين وشمال ما لها حد ما في فكرة هذا الأذى الحاق الأذى بالنفس مو فكرة إسلامية وله فكرة تضامن مع أهل البيت ما فيها فكرة تضامن مع أهل البيت من كل صوب الجية ممارسة بكل تأكيد لم يقرها إمام ولم يشجعها إمام ولم تأتي منصور ما فيه ومارسوها ناس في يوم من الأيام تحت طقوس غير إسلامية وانتقلت كعادات وأعراف إلى الطقس الإسلامي ما لها معنى يا أهل أحبة جزاكم الله خير يحيوا عاشراء بألف طريقة موجودة وإذا أردتم أن تبتكرون يبتكروا على هذه القاعدة هدف يحقق ومارسة تحقق هدف من أهداف عاشراء وتكون منضبطة بالحد الشرعي كنا نتقرب إلى الإمام الحسين من أجل الثواب أيضا نقول ربما الثواب ودمع على الحسين تدخل الجنة وبيت على الحسين يبنى لك بيت في الجنة نظر الثواب موجود نظر الثواب فيما لا يتفق مع الله سبحانه وتعالى في مشكل أيضا في ظاهرة إن شاء الله ما تاخد في الانتشار فكرة المشاركة النساء في هرولة النساء ما في داعي أن تطلع في هرولة ولا تطلع في ركضة النساء مكانها العفة نحن نعرف أن إحياة عشرة إن شاء الله هو أمر مرتبط بالطلب رضا الله سبحانه وتعالى وكذا ما لإننا حاجة لا ندخل أمور لم تكن موجودة ليست من الإحياة خلونا باستمرار الفكرة الثانية التحدي الآن مثل هذه الأمور التي نختلف حولها وفي أمور أخرى نتجنبها لأن الجدل فيها طويل مثل القامة الجدل فيها طويل بين مؤيد وبين معارض ومحمية ببعض الفتاوي في مثل هذه الأمور وإن وجد اختلاف لابد أن يدار هذا الاختلاف بسعة الصدر ويدار هذا الاختلاف بعيدا عن الاحتكاك وبعيدا عن الصدام وندخل في مساحات حوارية هادئة قبل عشرة إلى كيفية تعبير عن اختلافنا بين حق الممارسة وبين الاحترام وبين طبيعة الناس الغالبية المشاركين وبين هذه كلها الهدف الذي يجب أن يجمعنا كيف نظهر عشرة بمظهر أفضل أكمل بنوصل إلى النقطة ما نستطيع أن نصادر إرادة ناس يقولون نحن بنهي عشرة لكن تعالوا نحاول نعبر عن هذا الاختلاف بطريقة أيضا ممنهجة وليست بطريقة تثير إرباك في أجواء عشرة الحمد لله الآن الجوانب الإيجابية انخفضت المشاكل التقليدية مات مصارع مات مسمعة تتصارع سماعة قاعدت تنخفض في القرى وبين القرى وبعضها البعض لا زالت تحتاج إلى مزيد من المعالجة في ترتيب أماق أو أوقات القراءة وما شاء ما ذلك ولكنها أخذت في الانخفاض ولكن تبقى تتحفظ مجموعة الشام إحنا إلا محبين الحسين إلا يطبر محب الحسين إلا ما يطبر محب الحسين إلا محب الحسين ما تستطيعون أن تتفقوا وغيرها من المظاهر يجب أن نفتح العقل يجب أن نفتح الحوار الجاد فيما بيننا على المستويات المختلفة الفكرة الثانية التي تتحدانا هي مسألة البذل والإنفاق على الطعام في عاشراء وإلها ضوابط نحن نسعد ونعرف ونشجع على الإنفاق على البذل في إحياة عاشراء وكلما احتاج عاشراء البذل في سبيله مطلوب بس أمر الله يزيد عن حاجة عاشراء يزيد عن حاجة المعزين يزيد عن حاجة عن طاقة المعزين وطاقة غير المعزين في استيعابة ولا سمح الله يقول نسبة من عندها إلى الزبالة لا الآن سؤال بسيط طبعا الآن من المسؤول هيتحدي كبير واحد من التحديات الكبيرة بس هذا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هاي الحسين تصور تصور هاي المنظر وعندك آلاف القصص التي تقدر تسويها أن تودّي جونية عيش بقول مثال كل شبه تودّي جونية عيش من هنا إلى أفريقيا أو تجمع تبرعات إلى إعصار الفلبين باسم الحسين في مواكب الحسين وتوديها هناك التلايم خيمة تحطها إلى ناس مو مسلمين تحط عليهم شي اسمها أو ترمي كمية من الطعام في الزبالة وين الحسين حسين ما هذا البذل على أفريقيا والبذل على الفلبين والبذل على الكبير وليه نرمي حبة رز واحدة ثقافة أهل البيت ما تنرمي حبة رز واحدة أهل البيت ما كانوا يطلع من بيوتهم زبالة أكل وعيش مرمي ما فيه هذه الحاجة ما عندهم نحن البيت وهم أكرم الناس في الدنيا أكرم الناس في الدنيا يبيتون جواعة ويعطون أكلهم إلى الناس مو هذا علي بن أبي طالب مو هذا الحسين مو هذا الحسين الآن من هو المسؤول هذه تحديات في ناس واجد يجي تعزي أنا وجهي بعد مفتوح أنا صاحب ماتام أنا صاحب موكب ما يصير الناس ما تجي ما تحصل أكل كيف النظم هذا لا يقتصر عقلنا بس يتجمد بالنتيجة النهائية ما بعرف كنت أفكر في هذا الموضوع على مستوى هذه العاصمة لو يخلق مطبخ مركزي وهذا لين يعزون وموكبهم ليلة شيال يجيب لهم ألف وليلة شيال يجيب لهم عشرة آلاف وبعدين يستحون إذا جاءوا عشرة آلاف ما حصلنا أكل لا سمح الله واحد قال ما حصلنا أكل هيك يعني هذا صاحب الماتام ما بعرف فكرة يكون في مطبخ مركزي هذا الماتام يطبخ يعني قدرين يطبخ ثلاثة بحيث أنه هذا إذا احتاج إلى الطرار هذا المطبخ المركزي يزوده إذا زاد عنده قدرين هذا المطبخ المركزي يستوعبهم حتى يوزعهم على الحلقة الثانية التي تبدأ السعاف ناش لأنها تخلص ساعة 9 وأكل الناس وينما تروح قالوا زاد الحسين تروح ساعة السابرة زاد الحسين ثمان زاد الحسين تسعة زاد الحسين يخلص العزة السعاف فينتين زاد الحسين ممكن أفكار مختلفة الفكرة الفكرة أنه الحسين لا يريدنا أن نبذر أو نلقي بشيء الناس محتاجته في البحرين محتاجته الأسر محتاجتها يا حبائي المصيبة قاعدت تزداد عندنا الأسر تحتها إذا أخذنا هذا وسع في فهم الموضوع هذا من أجل العباس يا أخي هذا من أجل العباس عيش غير مطبوخ من أجل العباس يروح إلى شسمه إلى البيوت المحتاجة لحم من أجل العباس يروح إلى البيوت المحتاجة هذا من أجل العباس هذا في سبيل الحسين هذا في سبيل كده يدخل الصندوق الخيري تدخل الناس بحيث أن كل من أنفق في سبيل الحسين مأجور ومثاب وأنا أعرف وأقطع بأن لا أحد يريد أن يبدر ولكن الواقع قائم كيف نتحدى كيف نواجه في واقع قائم في واقع قائم أن صاحب الماتم وصاحب الموكب بعدين يشوف عنده أما ثلاثة تقدور أربعة تقدور ما لمسها أو أن اللي رج معه من التوزيع طريقة التوزيع اللي رج معه مرة ثانية سوى قدرين وزع أربعة تقدور أكلوا الناس لأنه كميات شسمة أكلوا الإدام بقى من الرزق مقدار قدرين لما يرد يجمعهم يشوفهم قدرين أكيد هذا ليس شيء إيجابي تعال نتحدى تعال نواجه مع نياتنا الصادقة كيف نخطط ليه كيف شسمة بحيث ونستوعبه يمكن على أما الأجانب في بعض الظروف بعض الطرق بعض الحلول بحيث أن لا يرى ما شيء مما أنفق على الإمام الحسين عليه فضل الصلاة والسلام استحضار القيم الإسلامية الأصيلة في عاشراء مثل ما قلنا الصلاة وقلنا غيرها نقول قطعنا العفة حشمة من الرجل والمرأة من الرجل والمرأة تحضر زينب عليه فضل الصلاة والسلام كأعلى رمز للعفة في الدنيا بعد أمها الزهراء عليه أبضل الصلاة والسلام ما في أحد بعد ما في أحد يقولون روايات أنا ما محقق إنها ولكن علي بن أبي طالب يروح يطفي الليتات أو الإنارة مليتات هذا القنديل السراج الموجود عند قبر رسول الله زينب جاي الزور مو هاي الرواية موجودة عندنا سمعتها من الخطوات زمان بعد الساعات نروج رواية أعطي ما ندري حضل لهم يهضل سمعت شديد من خطيب إن العباسي يخفي خطوات زينب ما بعرف يعني ما سمعتها واجد رواية رواية علي بن أبي طالب سامنها كثير بس اللي ثابت مثل مثل وجودي معاكم الآن أن هذه المرأة قمة العفة في التربية من رسول الله ومن علي بن أبي طالب ومن فاطمة الصهر ما فيه هاي قمة وهذا وجع الحسين وهذا وجع زين العابدين وهذا وجع الصادق يبكي عليه وهذا وجع صاحب العصر والزمان يبكي عليه دهن ما يقدرون أهل البيت يذكرون هذا المعنى ويتملكون أنفسهم ما يقدرون إذا بغيت أي إمام يبكي يجيب له بيتين عن مسألة سبي النساء إذا تجلد على الحسين لا يتجلد على زينب إنها كوشفات أو إنها تعرضت للساب أو إنها كذا هي أو بنات الرسالة يا بنات أنتوا ليش يا أولاد أنتوا ليش تشاركون في هذا الأمر كل عمل يخرج بالتبرج أو يخرج عن الأدب الإسلامي يعني تدخل في نوع بالتعبير مجازي بس هو معنى حقيقه في حرب مع مبادئ قيم الثورة الحسينية قيم الثورة الحسينية العفة الفضيلة الرجل ومرأة شاب وشابة أمر يتحدى أننا باستمرار وعلينا أن ننجز فيه واللي يجيب بمحبة الحسين المفروض يتفاعل ويستجيب ويتطلع وما شابه ذلك التحدي الآخر الرقي بخطاب المنبر الحسيني لتقديم مضمون آشورة أو آشراء إسلامي أصيل أصيل على المستوى العقائدي هذا موسم ربي أولادنا وبناتنا عقائدية ملتفتنا إلى الفكرة الإيجابية الأولى أن هذا الموسم الكل يجيه والكل يستمع والكل يتبرك فيه تربيتهم العقائدية بحيث يخرجون يعرفون معنى الإمامة وكل الأمور المتعلقة بعقيدتهم الإسلامية الموضوع الآخر تزويدهم بأخلاق وسلوكيات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام دروس أخلاقية دروس أخلاقية شقد الناس كانت متعطشة إذا جاء الشيخ حبيب الكاظم إلى البحرين شقد شعرنا بأن فقدنا لما يجي في موسم رمضان وهو أيضا يمارس الخطابة محرم يستفيد من هذا الموسم بهالمعنى كم في البعد كل هذه الأبعاد مع شديد الأسف صايرة ضامرة مو واضحة بسجل في البداية وفي النهاية تقديري إلى الخطبة واحترامي إليهم وتشجيعي إليهم وجزهم الله ألف خير ولكن حننشوف المضمون الذي تم تقديمه البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مطلوبة عاطفة الإمام الحسين مطلوبة وأنا ما أتحدث عن خطيب معين أنا أتحدث عن ثلاثمائة مأتام أم بأشوف في حضور إلى البعد العقائدي يصبح شباب الشيعة وشابات الشيعة يعرفون عقيدتهم في مضمون أخلاقي أن حتى بعدين حتى لو خالف يعرف أنه خالف عقيدة خالف إمامة خالف سلوك هذا اللي يحبه وهذا يحرك فيه الضمير أحضر هذه الدروس الأخلاقية أحضروها في عاشراء هل تكون مدرسة أخلاقية عاشراء مفاهيم قرآنية هذه ظهرت ظاهرة فترة وبعدين ردت تتقلص جابها الشيخ الوائلي وصارت تنتشر تنتشر وصارت نوع من النموذج المجلس الراقي أشوف الآن ردة تعودت أنه غياب الآية التي تفسر وتحلل وكذا وتعطى مساحتها وحضرت بعض المجالس في آية بس ما في مضمون للآية يعني تنقال الآية بس بعدين ما في شرح للآية ويغلب عليها نوع القصص الحسيني المتداخلة من هؤون ومن هون لكن كانها كل المجلس هو تعبيرهم يسمونه غريز أو مقدمات حتى نصرة ما يصير يتحول كل المجلس إلى مقدمة إلى الخطابة التي تتبكي لا عندك من البداية شوي ومن النهاية شوي هذه الخطابة ومقدماتها بس في الوسط هذا مفهوم عقائدي مفهوم قرآني مفهوم أخلاقي مفهوم أسري حل في مشاكلنا أنت الخطيب أنت المفروض يعني درجة متقدمة من وعي المجتمع انقل هذا الوعي حتى تستقر الأسر حتى تنحل المشاكل بين الأبناء والأولاد انقل هذه المعلومات انقل هذه الثقافة محتاجين إلى أكثر مفاهيم إسلامية وفكر إسلامي أصيل قراءة تاريخية رصينة مفاهيم اجتماعية أصيلة وكل هذه أمانة علينا جميعا نحن نتحمل أمانتها جميعا سأجل الحديث عن الفساد اللي أثارته موضوع محكمة ألبا وعلكوا في بريطانيا بعدما تمت هذه المحكمة في أمريكا ونأجلها لأننا لاحقين يعني لا نخاف الفساد ما دمت الحكومة قائمة وطريقة التعيين الحكومة بالتعيين موجودة الفساد ما ينتهي فألحق على الأسبوع الجاي ما بيروح ما بيروح ولا يتروح هذه أيضا على النوع ولكن أمطار قليلة تكشف وضعنا البائس وضع الذي لا يستحق أن يطلق عليه دولة لا تطلق دولة على شو تطلق دولة على شو تطلق 600 كلومتر مربع ما تسوي شوارعها ما أنت قادر تسويها شوارع محفرة أنت دولة نفطية من سنة 1930 يعني قار عندك هالذي ترصف به شوارع مكدس وين معالم الدولة معنا الدولة الحديثة أحد معاني الدولة الحديثة أن الدولة المستقرة المفروضة تسوي كلا هذا بسهولة ويسر ما عندك صرف صحي دولة دولة تعجز عن صرف صحي مو صرف صحي بعد مثل الأوادم واستثمارها وعادة تنقيتها والقصص مال هذي اللي حين يقولونها والخضرة وما خضرة وهل حد شي بس هولة يروح فيه ماء مطر مو صرف صحي بس صحي ما نسوي صرف صحي سوي هولات يروح فيها ماء المطر مو صرف صحي بس حتى ندخلها ما عندنا قدرة المطر مو شي يعنيش اسمه صحي احنا عندنا كمية الأمطار في البلد محدودة بس نعرف نعرف كنا احنا في الوحرية نعرف ان المنطقة الفلانية يتجمع فيها المطر صار لانها عشرين سنة المنطقة الفلانية الشارع الفلانية هذا فيه مطر اذا طاع المطر لا تطوف منك لانه يتحول الى مستنقع سحر يعني مسعره اول مرة تقول هذا فاجأني الثاني مرة ما استوى المشروع بس عقب اربعين سنة والبقعة النفس النقعة وين اعثار دولة حجيان دولة وين ومو جدي بس والدولة ولا جابة خبار يعني شاد بو جدبتين مثل ما تشادون على البعد السياسي ولا جابة خبار ولا كأن صاير عندها مشكلة ولا كأن المساكين الفقارة تبهد لهم انا اعتقد انه ما في مشكلة في القصور وما فاضت القصور ولا دخل الماء داخل البيوت الرافعة اما بيوت الناس في القرى وحتى المدن الاسكانية الجديدة تضررت بيوت اسكان بيوت ما انسكنت طيح عليها قطرتين مطار شون تخر وين وهذا عنوان يتعلق بالفساد عنوان الفساد اللي قلنا ولكن امطار رحمة قليلة تكشف لك حجم فساد هائل وتخل فائل وعدم استحقاق استمرار هذه الحكومة يوم واحد اعرف الحل الحل هو في حكومة منتخبة ما في حل قبل هذا لا الفساد بيتوقف ليس من طبيعة الحكومة قدرة مواجهة الفساد ليس من طبيعة هذا النظام بتشكيلة قدرة مواجهة الفساد ما يقدر ما يقدر هذا مثل اللي يقول متطلبهم في النار جذوة مات في الماء ما يصير تشعي النار خطوات احادية انثلت في سوق السبوع الماضي سوق الانترنت انها فيه فكرة ان يصدر مرسوم بقانون مرسوم الى دعوة الناس وفقا للمادة ثلاثة واربعين الى استفتاع على وضع ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية انا ما عندي اي معلومة عن هذا الموضوع ولكنني اقول على المبدأ المبدأ اي خطوة منفردة من هذا القبيل او غيرها من ناحية المبدأ هي خطوة مرفوضة وهي خطوة تكرس الدكتاتورية والاستبداد اللي احنا نشتكي من عندها ما شو مشكلتنا مشكلتنا اننا كشعب غايبين هاي مشكلتنا الرئيسية احنا شعب البحرين غايبين عن إدارة شؤوننا غايبين عن تشكيل سلطاتنا غايبين عن إدارة شؤوننا فلما واحد يجي وريد يقول انه انا بحل المشكلة بهذه الطريقة انتم ما حلت المشكلة هذا 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 وابتالي منلقاع الموضوع الفكرة الثانية ادعاء اي ادعاء بان هذا ايجابي هذا كلام ما حد الشعب يقبل فيه ولا يقتنع فيه احنا نقول والله جينا وسوينا تعديل دستوريو 2002 خلينا اللجنة سرية تشتغل وجينا في 14 فبراير 2002 وطلعنا دستور بما انزل الله به من سلطان شايف ودخلنا في مشكلة انفجرت بشكلها العميق في ثورة 14 فبراير 2011 بعد محاولات معالجتها من 2002 الى 2011 فشلت المحاولات بألف طريقة انفجرت بعد اليوم ربنا نسوي شيء من هالقبيل الحال ما بننتظر ما حد بنتظر عشر سنوات لا عمل من هذا القبيل في نفس اللحظة الاعتراض عليه واضح والمسيرات ضده واضحة واسقاطه واضح من اللحظة الولا ما هذا بعد فيه امكانية ما حادي يرضى يسكت يعني انتهى الموضوع زمن تغير واجد والوعي تقدم والاستعداد الى تصحيح المسيرة في اعلى درجاته الفكرة الاخرى في محاولة في لفة لا اعرف تبيعة اسبابها ولكن اشوف حركة نشطة دبلوماسية رايحين فرنسا رايحين بريطانيا رايحين طبعا الكويت فيها مؤتمر رايحين مكانات اخرى وحوجية بدل كل هذه المساعي في محاولة من العلاقات العامة وبمساعدة العلاقات العامة الى اقناع الخارج سياسيا وحقوقيا واعلاميا في يوم داخلينيها الصحيفة وفي يوم داخلينيها المنظمة وحتي فاضمة لأول ولا آخر هي الحقيقة الوضع اعوج يحاول يقنع السياسين في العالم ان الوضع صحيح واننا احنا بعد 43 سنة من حكومة معينة برئيس وزراء اطول رئيس وزراء في العالم اننا احنا ديمقراطية كيف تقنع الناس شديد كيف وتحاول تقنع الناس اننا انا الدولة المتقدمة في حقوق الانسان وعليك تقرير شدة هلقات تقريب السيوني ستمائة صفحة وعليك توصيات جنيف اكبر توصيات صدرت من مجلس حقوق الانسان ضد دولة وعليك آلاف تقارير المنظمات الحقوقية بعد ما وصلت الى المعارضة ومعاناتها اللي هي اكبر من كل هذا وبعدين تطلع ودقول اي حقوق الانسان وحقوق يا حقوق الانسان ليش تضحك على روحك وليش تضيع جهدك وبعدين اذا كتبت الواشنطن بوست طالعا صارت المقالات تتفلت عليكم بعشرات المقالات في كل الصحافة المحترمة وتسعون جاهدين حتى تدفعون آلاف الدنانير من ميزانيتنا حتى تطلعون مقال يكتب إليكم كاتب مأجور في صحيفة بريطانية وصحيفة أمريكية ليش الدوخين روحك ما الدوخة كلا صلح الوضع في البلد ليش تنفق مليارات وصلنا مليارات نفاقنا على قمع هالناس خل العقل يحضر وحل الموضوع ولا تحتاج تنفق هالمليارات وبدل ما تنفقها على سلاح تنفق على بنية تحتية حتى الناس ما تصيدها مطر مستقبلا تفرق بي يعني المقطتين مطر حتى الناس ما تقعد في بيوت متهالكة دولة نفطية دولة نفطية دولة نفطية البيت كل واحد قاعد هو زوجته في غرفة أب اللي عنده خمسة أولاد يعني خمس زوجات ويش يسوي وينه يروحون وينه يروحون للمعاشيات التي تفتح فيها العيون فمضطر يززوج يبقى شي اسمائي ناس بقوا عزاء بسبب هذا الوضع قال لي عزاء وينه يقعد في غرفة الكرامة إلى الجميع ولكن تصويرها مثل كفاصة الحمام سنة وشيعة مثل كفاصة الحمام بتفاوض لأنه في ظلم مركز في مكان معين بس كلا اللهم اجعل هذا البلد آمن ورسو قهلهم من الثمرات ألف بين قلوبهم اجمعهم على الخير والهدى والمحبة فر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة